تتشابك خطوط الكهرباء في فضاء مخيم شتيل للاجئين كما هي أعباء الحياة اليومية للاجئين الفلسطينيين الذين يعانون لانقطاع المتكرر والطويل للتيار الكهربائي وما يترتب عليه من معاناة وتأثير على حياة اللاجئين اليومية وعلى الرغم من الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي في المخيمات جاء قرار وزارة الطاقة اللبنانية بإلزام اللاجئين الفلسطينيين دفع بدل استخدام الكهرباء الأمر الذي أثار حفيظة أبناء المخيم الذين يشكون من ترد أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية في ظل الأزمة المالية الراهنة معظم سكان المخيم ما عندهم كهرباء لا دولة ولا اشتراك وبالتالي حتى إذا جئت الدولة هلأ بدأت تركب كهرباء بالمخيم بدأت تجيب الكهرباء للمخيم الكابلات ما بتتحمل بدك بدك أنت نفضة كبيرة لكل شبكة الكهرباء داخل المخيم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروة المسؤولة عن إدارة مخيمات اللجوء الفلسطيني حول العالم تقول إن دفع فواتير الكهرباء ليس من صلاحيتها الأمر الذي يفتح تساؤلا حول الجهة التي ستتحمل دفع قيمة تلك الفواتير كما هو معروف الأنروة تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة وخدمات الصحة البيئية والحماية وخدمات أخرى وليس من مسؤولية الأنروة توفير أو دفع تكاليف الكهرباء التي يستهلكها اللاجئون الفلسطينيين في لبنان وليس من مسؤوليتها جباية فواتير الكهرباء المترتبة عليهم وزارة الطاقة اللبنانية تقول إن قرارها حول فاتورة كهرباء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين يأتي في إطار خطتها لمواجهة التعديات على خطوط الكهرباء وتحصيل قيمة تلك الفواتير مع تحسين ساعات التغذية تبقى آلية تطبيق خطة تزويد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالكهرباء من قبل الحكومة محل جدل على الجهة التي ستتحمل كلفة تلك الفاتورة سواء كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا أم منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها من مخيم شاتيلة للاجئين الفلسطينيين جين عفيش الخراء بيروت